منذ قليل رئيس الجمهورية يستقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز الثاني رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية بدولة قطر وأكيد محور اللقاء كان حول العلاقات الثنائية ومزيد دعمها في شتى المجالات لكن اللي همنا هنا في البرنامج الرياضي بعد ما كان رئيس الجمهورية على طبعا تهنيئة الأشقاء في قطر على حسن تظيم كأس العالم أعرى برئيس مجلس وزراء وزير الداخلية قطع على سعدات بلاده لتمويل عدة مشاريع بتونس والمساهمة في إنجازها على غير المنصة الانتاج بسيد بوزيد ومستشفى الأطفال بمنوبة فضلا عن التعاون في المجال الرياضي عبر نقل أحد الملاعب التي احتضنت نهاية كأس العالم الأخيرة إلى تونس إذن يعود الحديث رسميا من مسؤول قطري رفيع المستوى للحديث عن ملعب من ملاعب المونديال في تونس يلا ناصر حاجة مهمة حاجة مهمة برجة هذا خبار مفرح بالنسبة للرياضة التونسية بصفة عامة في الظرف الصعيبة ذلك كنا حكي نحن قبل على تسعمائة واربعة وسبعين إنه فما إمكانية تنحها وفما إمكانية متنحاش حتى كي كنا متواجدين في قطر كنت فما معتها الشبه تأكيد إنه يمكن فما عدله على التنحيط لملعبته وليوم كي رجعت البيس تذية نتمنى وإنه معتها المنشآت الرياضية المشاكل الكبيرة اللي عنا أما زادة في أنتريتون يزمنا زادة نعمل على رواحنا عادل هذه حاجة خطوة مهمة بالنسبة لينا لكن زادة مطالبين برشا خطوة خريم باش النجمون نبنيوا عليها الرياضة متعنا لكن تقعد في نية الأمر بادرة مهمة برشا واستقبال مهم برشا للرياضة التنسية ولتدعيم الرياضة التنسية حتى من نهاية صحية اليوم من تحكي على الزيارة معناتها باش وفما إمكانية باش نعملوا سبيتار ولا باش نعملوا حاجة صحية تتبل مرحلة مهمة إن شاء الله طبعا مرحلة مهمة وكيد سيعود الحديث عن ملعب 974 اللي قدامكم على الصورة الملعب الكثير عليه الأحديث اللي صارت تأكيدات في البداية لأنه قد يكون لتونس ثم صار نفي من مصادر وسلطات الرسمية عراقية كنتم الملعب سيبقى في العاصمة القطرية اليوم بزيارة رئيس الوزراء القطري ووزير الداخلية يؤكد حصن استعداد قطر لتمويل تونس بعدة المشاريع وتعاون في عديد مجالات بما في ذلك المجال الرياضي من خلال نقل أحد الملعب اللي احتضمت نهايات كأس العالم الأخيرة إلى تونس نبيل تعليق عادل طبعا ما ينجب يكون كان إيجابي هذا يدخل في إطار التعاون العربي والتضامن العربي للأخوة بين تونس وقطر طبعا عادل يشي فراح الحقيقة لأنه احنا في الوقت الحالي نقولوها صراحة كتوينسا مع النوت الكوزين انترنا ونيباكا بابل بشبني وملعب توق بالظروف اللي عادنا الحالية عادنا دوت بريوريتي عادنا برشة ولويات في وجوانب أخرى إذا كان يجينا ملعب هكا معاند ربي فشكرا للأخوة القطريين هذا رو يسير بين دول العالم كل ما هيش ما هو أشعار ولا فضيحة ولا استنقاص من قيمة تونس برشة دول الكبيرة تأخذ في إطار التعاون الدولي والتعاون الثوري تأخذ ملعب عادي جدا مهم إن شاء الله هالمرة هذه يصدق الحديث لأنه في أعلى مستوى في أعلى معناها مستوى المسؤولية في تونس من رئيس الجمهورية ما أعتقدش أنه المرة هذه مشكون فيها سكول الحكاية أعتقد أنها ستكون صحيحة وهنيئة لنا بملعب إضافي لأنه بنيتنا تحتية مهترية ما أحوجنا إلى ملعب كورت قادم ولو أنه في الحقيقة مش فقط ملعب 974 أحنا في حاجة لـ 974 ملعب واضح على كل حال إن شاء الله هو الحديث بشي يصير بعد أين المقر وين مش نحط الملعب مش أنا ما سيش مشكة في البداية دولي مش نحطوه الملعب ببداية لأنه كل جهة تعتبر روحة عندها الأحقية بهذا الملعب على كل حال إن شاء الله جي وبعد تستخدم الجهة والمدينة اللي تسحق ولأنه الناس اللي بدوا يغزون لي ماذا بيه يقول على الأسفاقس اللي بالفعل تسحق عاد الوقت اللي نحكيه من ناحية الجغرافية ومن ناحية الآليات ومن ناحية الفرق الكبرى كان فما فريق مظلوم في تونس نحكيه على 11400 معت النادي سفاقسي 11400 محبي نجم يحضر المباراة قياسا بالفرق الكبرى لكل ما كانت أكثر فريق مظلوم من ناحية الرياضية من ناحية الجماعيرية حال الوقت وذي خاصة شعور يحسوا في سفاقسي أكثر من 30 و40 سنة من بن علي ورد التالي وكل مرة يقولون ومدينة رياضية بصير بصير وما تصير إش معناتها سفاقسي الحق متاع ربي من أكثر الولايات والنادي سفاقسي يستحقها حاجة كي من هكاية المفروض زادة حبيت نعديك معلومة أخرى مهمة تارك أنه عادل أنه تارك جرائه رو مرناش اليوم في باجا معلومة اللي جيتني توقع لولي رو تارك جرائه مرناش في باجا غوضو بش يكون على دكة الاحتياط ولا لها منعرفش معت المعلومة لتارك جرائه رو مرناش في الأولمبي باجا